ظروف اجتماعية وظروف مادية صعبة جدا منذ الحرب والانقلاب أصبح الفقر الضيفة دائما في مائدة اليمنيين إلا أن لرمضان شأنا آخر إذ يبدو اليمنيون كأيتام على مائدة اللئام بعد أن جرفت الحرب كل ممكنات العيش والاحتفاء بهذا الشهر الكريم وبعد أن سلب منهم الانقلابيون مواردهم وفرص عيشهم الانقلاب من إسقاط الدولة إلى إسقاط الكرامة اليمنية تبدو الصورة أكثر وضوحا في رمضان بالنسبة لليمنيين الذين فقدوا ممكنات البهجة والطقوس الإفطار والصيام بل أصبحت كرمتهم مجالا للهدر منذ اللحظة الأولى لسقوط الدولة في الأسواق وعلى طارعة الطرق وفي الأرصفة تبدو ملامحهم مهزومة الكبرياء وإيادهم التي تلوح بالهزيمة النفسية في انتظار المعونات التي لا تخلوا من الأذى وابتزاز شخصيتهم وتحويلهم إلى مادة دعائية بالغة الإهانة رمضان والمعونات الإنسانية قصة لم يألفها اليمنيون الذين اعتادوا في هذا الشهر أن يكون شهر التألف والتراحم فيما بينهم غير أن ضيق الحال جعل السواد الأعظم منهم لا يملك قوة يومه ويقاتل من أجلها أو ينتظر انفراجة مؤقتة من الهيئة الإغاثية أو تحول تصريحات المانحين التي لا تزال أرقاما بلا واقع لم يهدأ الصوت الأممي المحذر من التداعيات الوخيمة لارتفاع نسبة الفقر وخطر المجاعة التي تضرب نسبة كبيرة من اليمنيين غير أن لا شيء يذكر سوى هذه النداءات الأممية التي لا تتجاوز طرق المحاذير دون أن تخطو بشكل جاد وحثيث لتلافي هذه الكارثة الإنسانية كسر الذات اليمنية وتحويل الناس إلى متسولين يشير بأصابع الاتهام للذين وضعوا اليمن في قلب هذه المأساة الراهنة ترجمة نانسي قنقر